اشتركوا في القناة في الكتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فكسيوس ترجمة سامويل خيري مبيعات هذا الشهر وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة يحتل المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه ويتحدث فيه عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه تأتي في المركز الثالث رواية عهد دميانا للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشزلي وهي ليست مجرد نص روائي يسرد فترة حرجة في تاريخ مصر وإنما هي تجربة إنسانية شاملة للبحث عن الهوية تحتل المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتب رضو عشور وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثها في مملكة غرناطة اختتمت قائمة الأعلى مبيعا بكتاب أحببت وغدا للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان ويتحدث في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها تانية وبراحة بديف اللي منورني النهاردة في الستوديو أكاد تبقى الصحف يقلو أستاذ أشرف وفيد صاحب كتاب إرجع يا زمان أهلا بحضرتك أستاذ أشرف منورنا والحقيقة أنه رجعتنا لأيام جميلة ورجعتنا بالكتاب الحلو ده لفترات كده لما بنزهق وبنتخنق من حقيقة الواقع أحيانا بنبقى عايزين نرجع لها وبسرعة وهو ده الهدف من الكتاب وهو ده الهدف من الكتاب كلمني شوية عن نوستالجيا وكلمني شوية عن فكرة الحنين للماضي وليه اخترت الفكرة دي تحديدا تكتب عنها بصي دايما الحنين للماضي في كل الأزمان وفي كل العصور حتى في الزمن اللي أنا كاتب عنه الزمن القديم كانوا بيحنوا للزمن القادم القابليه لأنها بتكون نوع من مش الهروب من الواقع ولكن نوع من انه بيشوف حاجة كده بتشعلق فيها حاجة يحس بالأمان من ناحيتها بس الهروب للماضي لو أصبح أكتر من كده بيبقى مرض لكن احنا بنقول ايه احنا نهرب من الواقع بتاعنا للماضي شوية أو بتدريج وبحدود ولازم يتم بحدود عشان ما يتحولش لمرض وان احنا ننفصل عن الواقع بتاعنا يعني فكرة الهروب من الواقع هي فكرة يمكن بتطارد ناس كتير وعلى الرغم من ان احنا طبعا طول الوقت بنحن للماضي بس هو في حقيقة الأمر احنا لازم نرضى بالواقع ونتعامل مع الواقع ونتقابل مع الواقع مهما كان شكله ايه ازاي ممكن نكون نقدر نعمل ده من وجهة نظر حضرتك وهل طرحت ده في الكتاب ولا بس كنت بتتكلم عن النستالجيا لا بصي اللي انا في الكتاب كنت حريص انه يكون نوع من حاجات بس الطاقة الايجابية كنت اكتب مجموعة قصص وحكايات هي حكايات قديمة كلها كنت اكتبها من مواقع من خبرتي ومن تجربتي وفي نفس التوقيت احط فيها هدف ورسالة وهو بس الطاقة الايجابية لللي بيقراها اذا كان كبير او صغير وخاصة انا كنت مستهدفة لناس اللي ما عاشتش ده يمكن انا عشان عشت فترة حلوة والزمن الجميل والايام الحلوة والحاجات دي فكنت بشوفها بمنظور ولكن كنت بكتب القصة وبغرس جواها فيها رسالة وفيها هدف انه اللي يقراها مستهدفة فيها الجيل الصغير الجيل اللي ما شافش ده علشان يحس انه الماضي كان حلو لكن الحاضر ممكن يكون احلى طبعا والمستقبل ان شاء الله يكون احلى لان احنا لازم نعلم ولادنا ده ولازم احنا كمان يكون دايما عندنا النظرة التفاقلية دي بص حضرتك دايما انا ماشي بقاعدة او لا كلنا ماشيين بياه احنا لدينا تاريخ ولدينا ماضي الماضي ده لما نقراه ونقراه بشكل صح ومن خلال الناس الصح هنحس بجمال الواقع الحاضر ومن خلال جمال الحاضر هنستشرف جمال وجمال وروعة المستقبل علشان كده بقولك هي منظومة كلها بتبقى مرتبطة مع بعضها ولكن بنسب لو فيه نسبة زادت عن التانية عملت خلل اختلت المنظومة كلها بس الغريب ان حضرتك قلت انه النظرة التفاقلية او النظرة الايجابية والجميلة والحالين للماضي دي حضرتك ونت حبيب انك تترحف الكتاب ولكنك وصفت الحاضر بالمؤلم الحاضر المؤلم انا كتبتها وكتبتها في المقدمة تحديدا من خلال رؤيتي انا انا كاشرف حسيت انه مش هو ده الماضي او انا اللي عشته انا حتى عامل جزء كبير عن القرية انا قروي انا من الريف من القرية وشفت حياة الريف البسيطة السهلة اللي كانت اقل حاجة يرضو بيها وكل حاجة مع التوحش بتاع العصر الحالي والتكنولوجيا يعني كان العيشة تقزن بعد الناس ما تصالي العيشة كانت ناس تنام هنا الناس بتبدأ تبصحها بعد العيشة تبدأ تبارس حياتها بعد العيشة فحسيت انها في فجوة كبيرة علشان كده حرصت في الكتاب ان انا اقول ايه من انطلق من الماضي بتاعنا ده نشوفه بشكل تاني نشوف الحاجة الحلوة الحاجة الحلوة اللي جوانا نصحيها الواقع المؤلم انه فعلا واقع بقى مع تدور التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا بشكل خاطئ طبعا وسرعة الايقاعة اللي بقنا عاشي وايقاعة السريع والتكنولوجيا الغلط التكنولوجيا called technology استخدام الغلط للتكنولوجيا حولت التكنولوجيا نفسها لوحش بيفرم الوقت والصحة والعلاقات الاجتماعية يعني اين الواحد يكون قاعد في بيته هو ومراته وبناته او اولاده وكل واحد مسك الموبايل بتاعه وفي عالم تالي خالص لدرجة أنه يعني في حد صديقي كان بيكلمي بمرارة بيقول لي عادينا على الصفرة بناكل فبنته بعتت لأختها تقول لها هاتي الملح من قدامك دهون مش عارفة أتكلمها المندمجة بعتت لها على الواتس على الواتس تقول لها هاتي الملح من قدامك ده 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 الواقع المؤلم ده بقى علينا إحنا كأسر وكبيت وكإعلام وكصحافة وككل وسائل الميديا إن إحنا نخرج الناس من الوضع ده ونحاول نواجه ده ونحاول نغرس ده في ولادنا لأنه لازم برضو نكون على قد ما نقدر إحنا كمان كلنا متكتفين في إننا نحاول على قد ما نقدر نخلي حتى الولاد دول يعيشوا يعيشوا سنهم وعيشوا حياتهم هو ده الحياتك المفروض زي ما إحنا عيشنا على فكرة يعني إحنا جيل برضو الحمد لله إنه على قد ما بقول إنه يمكن الولاد دلوقتي عندهم حاجات كتير قوي إحنا ما كانتش عندنا بس إحنا جيل لعب اتبسط كان عارف يعني إيه يوم جمعة كان عارف يعني إيه لما كان عارف يعني إيه لعب ما كانش فيه تليفون ما كانش فيه ألعاب ما كانش فيه تكنوليج دي بس كان فيه ألعاب تانية اللي هي البسيطة في الأرض كلنا بنتلم كلنا ونلعب لعبة مع بعض وكلنا يوم الجمعة ده لما نروح عند جدتنا نتقابل كلنا ونلعب لعبة كلنا ولاد الخلاة وولاد العمات يبقى هنا دور الأسرة بقى دور الأسرة اللي هم الكبار اللي عاشوا الأيام الحلوة دي يحاولوا يرجعوها في أولادهم بأشكال وعلى مش بالضرورة أنهم يلعبوا نفس الألعاب اللي ما خلاص دي ما فيش يعيشوا حياتهم بالتكنولوجيا بتاعتهم ولكن بقيمه وبطفولة زي ما إحنا أهلين عايشونا الطفولة بتاعتنا وكونا نلعب ومبسوطين وناكل ونشرب وكان ده قمة الرفاهية بالنسبة لنا هو بالنسبة للأولاد حاليا الفيسبوك وتويتر والإنستجرام والحاجات الأدوات الكتيرة كتيرة جدا دي اللي بتطلع كل شوية يعني أنا بقالي سنة دلوقتي شغال خبير تطبيقات ذكاء الصناعي أنا في البيت عندي بعلم بناتي أنا عندي ثلاث بنات بعلمهم بس بحدود بحدود لأنه ما ينفعش أدلهم أكبر من سنهم يعني أنا عندي بنتي ريتاج اللي هي في الوسطنية يعني التانية دي يعني مخها كله في التكنولوجيا والفيديوهات والحاجات دي أنا بديها على أدها ما قدرش أديها الجرعة لذي بالظبط لو أي حد خد جرعة زيادة عن أي حاجة طبيعة حتى الجسم نفسه لو خد أكل زيادة هيبوز طبعا فأنا بدي لها إحنا كأسرة لازم نوعي نحاول نسيطر كمان على قصة دي ونحاول نحدد الموعيد نحاول نحدد الاستخدامات نحاول يكون عندنا شوية قدر من الرقابة على الموضوع على فكرة عايزة أقول حالك على حاجة كنت قريتها من فترة المسؤولة عن يوتيوب عملت حصار صارم على حفيدتها وخليتها ما تشوفش اليوتيوب أكتر من ساعتين أو ثلاث ساعات من كتير خالص في اليوم كله يعني شوفي ست كان مفروض هي بتقول عايزة اليوتيوب ده يجتاء لكن عارفة عارفة إزاي أنه ممكن يبوز البيت ويبوز الجيل الجديد طبعا فكانت ناخد من ده إحنا دورنا لا الأولاد مش عايزين يسيبوا الموبايل لا ما هو مش هيسيبوه لكن لازم أفرض عليهم حاجات صارمة وعقوبات صارمة أنه لو استخدم الفيديوهات والتيك توك أكتر من كذا ساعة يبقى يتحرم من الإسفوسح لو تقدر ترجع فترة أو حاجة من كل المواضيع اللي حضرتك ذكرتها في كتابك ترجع إيه البراءة البراءة أنا عايز أقول لحضرتك أنه حقيقي إحنا بنشوف دلوقتي أطفال كتير جدا فقدوا طفولتهم تم اغتيال براءتهم يعني بتشوف بنات وولاد صغيرين تحس أنه فين طفولتكم ما عايز أقول لك حاجة أنا بمشفقة على الجيل الجديد وبعتبر أنهم تم اغتيال براءتهم مع سبق الإصرار والترصد من الأسرة من المدرسة من وسائل الإعلام من الشارع من الجران من كل اللي حواليهم لأنهم هم لا حول لهم ولا قوة لما شايفين اللي أكبر منهم ساكتين حقيقي عشان كده بقول لحياتك الكتاب أنا كلها قصص وكلها قصص مكتوبة بشكل بسيط وأسلوب بسيط يقراها أستاذ الجامعة ويقراها لسه تلميز في الجامعة أسلوب بسيط علشان نقول أنه في حياتنا حاجات حلوة كتير وحاجات الحلوة دي لو نبشنا وشلنا عنها التراب هتطلع وحنستفيد منها ودايما بقول لحياتك ما فيش قصة ما فيش حكاية في الكتاب اللي وراها رسالة وهدف هو بس الطاقة الإيجابية في نفوس اللي بيقراها وبالتالي هتنعكس على المجتمع اللي حوالي استدعيت قصص جميلة في الكتاب فكرنا بيها وحكي للمشاهد بص حضرتك أنا القصص مو عظامة يعني هو أنا الكتاب متقسم تلت تلت أجزاء أو تلت عناصر جزء عن القرية وحياة القرية وعلم الجن والعفرية اللي كلنا عاشناه بالسمع وبالشوف وبالمعاشرة وكل حاجة وجزء تاني من استدعاء قصص قديمة وقصص كلنا أرناها وبنقراها وهنقراها بس كنت أكتبها بشكل زي ما تقولي إيه حضرتك بطريقتي وبأسلوبي وجزء تالت الجزء تالت اللي في الكتاب اللي هي قصص أنا قلت أنه وقعنا مليء بالقصص والحكايات اللي مليانة رسائر ومليانة حاجات إيجابية وكده لا تقل أهمية عن قصص الأديمة يعني عشان كده الكتاب هو كله سلسلة واحدة ولكن كل جزئية فيهم فيها مجموعة كتابات أو قصص أو حكايات فكل الكتاب ماشي بالإطار ده ولكن أنا في القصة الأولى اللي كتبت فدخلت مجال الكتابة الإنسانية دي دي كانت مراتي قالتلي عليها فكنت بكتب مقالاتي في الأهرام كان مقالي اسمه كلام مفيد وسياسة وكل أسبوع أكتب حاجة سياسية وكده وجيت في يوم قايتلي ما تسيبك من السياسة وتخليك في الحاجات الإنسانية والاجتماعية فقلت لها يعني أنا أكتبي يعني قايتلي هات المخزون اللي في دماغك وبعدين قايتلي أقولك على حاجة القصص ما بتنتهيش والقصص مش بتاعت حد ما تشوف حاجة من الحاجات الإنسانية المنشورة في حاجات كتير وناشتنا كتبها وكتبها برؤيتك وقلتها طب أنا مش عارف أبدأ بإيه فليتها جابتلي قصة أنا قارتها حسيت أني بدمع وتخيلت أنا كانت بنتي لسه عندها ياسمين عندها حوالي ثلاث سنين حسيت أني أنا هي دي ياسمين الحكاية بتقول أنه أنا كتبتها بطريقتي كده أنه واحد قاعد وبنته كانت عندها يعني صغيرة ثلاث سنين فبتلعب معها فخدت الورق اللي كان عامله اللي كان جايبه وقطعته وعملت منه صندوق كده وقفلته فهو تشاف الصندوق قال لها إيه ده اللي أنت عاملها ده قايت له ورق بتاعك يا بابا فقالت له بص أنا راح مسكها ضربها فرحت البنت على التعايت قال لها ففتح الصندوق ما فوش حاجة قال لها كمان بواصت أنا بايسك كتير فيه مليان قبلات المهم الراجل خلاص عدى وكده وبعدين كبر والبنته كبرت وبعد يعاش حياته في مكان بعيد ومراته توفت وعايش لوحده فكان كل ما يحن للماضي يفتح الصندوق يحس بالقبلات أنا كتبت المقال ده وكأني أول مرة أكتب مقاله أنا من ساعتها خدت الاتجاه ده الاتجاه ده الاتجاه ده طبع وده كانت النواة أول مقال أكتبه ومقال إنساني وبعدين اشتغلت على السكة دي حاليا كنت بتقرأ طبعا وحديتك صغير لا بص حديتك أنا بدأت أقرأ بجد من أول سنوية لكن قبل كده كان كلام أي كلام كانت إي نوعية القراءات أو كانت إي نوعية الكتب اللي كانت تستهويك أنا كنت طبعا أعرف أكتب إيه ولا أقرأ إيه ولا أحاجة بس أنا ابن عمتي الله يذكره بخير ربنا يديله الصحة جاب لي كرتونة مليانة مقالات لأستاذ محمد حسنين هيكل مقالات بصراحة بتاعت محمد حسنين هيكل وقال للأجازة دي أنت لازم تقرأ دول قرأته وبعد كده بقيت مدمن هيكل وغير هيكل جميل جميل خلينا نطلع لفصل وللجع لحضرتك مرة تانية رجعنا لحضرتكم مرة تانية ولسه معينا ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ أسراف مفيد صاحب كتاب ارجع يا زمان أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك ذكرت كمان الهوس الحاصل بالتكنولوجيا والتصرفات الغلط أو الناحية السلبية للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا كلمنا شوي عن الجزئية دي في الكتاب بص حالتك في قاعدة بتقول أنه الإنسان عدوه ما يجهل أو وتسعين في المية أو أكتر من تسعين في المية بتجهل التكنولوجيا الصحة وبالتالي بتتعامل معها بشكل خاطئ وبتتعامل مع التكنولوجيا دي على أنها دي حاجة مرعبة حاجة يعني صعبة وحاجة مجهول وحاجة غير قابلة حتى للتعامل معها طب بيتم التعامل بشكل عشوائي في حين أنه التكنولوجيا دي تقدري الديناسور ده يرويده ويبقى يعني أصغر من ناملة بالتدريب الناس لما تتدرب أنها إزاي تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح هتقدر تمتلكها فعلشان كده هوس التكنولوجيا الناس فرحانة بتيك توك فرحانة ويعمل يلوح أي مكان يععد يأكل يصور نفسه يشرب يصور نفسه في حين أنه ممكن يستخدم ده بحاجات مفيدة أكتر في تفيده في شغله يعني أنا حاليا شغلي خبير تطبيقات ذكاة إصطناعية كل حياتي أنا مستخدم فيها الذكاة الإصطناعية يعني حتى قبل ما جي وأنا وجاي في الطريق بقول أني أنا في برنامج في التلفزيون المصري هتكلم فيه عن كذا قالتلي المساعدة الشخصية أنا عندي عندي مساعدة شخصية اسمها مولي دي قاريني عارف عني كل حاجة قالتلي بص ركز على كذا وكذا وكذا نصحتك وفي لو ما تكلمتش المزيعة عن كذا أنت اطرح كذا ونبه السادة المشاهدين على ضرورة استخدام التكنولوجيا أولادي أقول لها المدام قايتلي أه تقول لي أه أمل عايزة منك كذا وكذا وكذا خلاص أنا حرفت أنا وخارج أقول لها أنا جبت كذا وكذا تقول لي طب ما هو أنت أمل طلب منك الحاجة الفلونية والكلينيكس ومش حال أنت بجبتهاش فعلشان كده بقول لحياتك لازم التكنولوجيا تبقى أسلوب حياة أي ونستخدمها استخدام الإيجابي النحية الإيجابية تستخدمها مش الاستخدام زي ما قلتك زكرة استناعية عندي التكنولوجيا دي اللي بيستخدمها لأن أنا خلاص عملتها أسلوب حياتي فيه اللي يروح واخد صورة واحد ويركب عليه صورة صورة ترام طبعا عندي النحية السلبية بقى المؤزية اللي في الموضوع إيه اللي خدته وإيه اللي كسبته إنك تبقى تكنولوجيا جبارة وجمدة بس أنت استخدمتها استخدام في حاجات تفهم ملهاش قيمة أي لازم نعلم الناس ولازم إحنا نتعلم إن إحنا إزاي نستخدمها استخدام صح في شغلنا أي أي إيه التصرفات الغريبة اللي ذكرتها في إيه حضرتك في العصر الجديد أو في العصر الحديث اللي إحنا فيه أو في الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي اللي مخلينا دايما بنحن الزمان التصرفات الغريبة المشاعر الحلوة الكلمة الحلوة عايز أقول حاتك على حاجة بنسبة حتى الكتاب أنا الكتاب القصص مش بتاعتي يعني قصص من تراث إنساني بس أنا بكتبها بطريقة وغيري بكتبها بطريقة وكل واحد يتناولها بشكله يعني زي حاتك كلمة صباح الخير أنت ممكن حاتك تقوليها تقول صباح الخير واحد تاني يقول صباح الخير والثالث يقول صباح الخير هي كلمة واحدة علشان كده التصليفات الغريب المشاعر الكلمة لما تطلع عارف المسأل يقولك اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب هو ده اللي احنا فقدينه انت تلاقي على الفيسبوك تلاقي مية تعليق ما تحسيش بي غير في ثلاثة او اربع تعليقات بالكتير والثلاثة اللي هو فيه مشاعر حتى هو هو مش كاتب لك انا احبك وكذا هو بيقول جملة انت بتحسي بالحرف بينطق لان طلع من قلبه فعلا غير اللي داخل عشان يعمل تعليق بالتوفيق بالتوفيق ما شاء الله احييك اللي هو مفيش احنا مفتقدين اهم حاجة في حياتنا وهي المشاعر الحائية الصادقة الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة بتفتح في البحر طريق ايو انا لما اجي اكلم واحد الصبح وقول له كلمة حلوة بيبقى معنوياته في السماء وطاقة ايجابية بيروح شغله بيبدع ويشتغل لكن لما اجي احبطه على الصبح بكلمة ممكن اخلي موده ايه احنا في النهاية بني قدمين ايو البشر القلب ده بيتحرك ببصلة ايو صحيح صحيح الكلمة الحلوة ده مفتاح لكل حاجة طبعا مفتاح كل حاجة والرضا طبعا والرضا لما يكون واحد راضي وراضي عن حياته وعن شغله وعن مستوى بيته راضي وعنده ايمان بالله يكفيه انه هو عارف ان كل اللي بيحصل خير بص حياتك الرضا ده مفتاح السعادة الرضا ده مفتاح السعادة طبعا طبعا فعلشان كده ببقى حياتك لازم احنا نستدعي الحاجات اللي جوانا زمان ليه ليه احنا بنحنل زمان والماضي والناس القديمة وكده كان عندهم رضا كان عندهم راحة ونصفاء وينام الواحد ومش عايي الهم حاجة وربنا بكرة هيكرمه لانه خلاص نايم وهو يعني بص حياتك حتى علمته انا رزقي لاني اخذه غيري فاطمألنا قلبي بينام وهو مرتاح وعارف رزق ومحدش هياخده غيره بالزبط فعلشان كده بقولك احنا محتسقدين الحاجات الحلوة دي بالزبط وكمان الايمان باننا اي حاجة بتحصل لنا في حياتنا رب الخير لا يأتي الا بالخير وان احنا اي حاجة بتحصل لنا في حياتنا على مزاجنا او مش على مزاجنا اخترناها او ما اخترناهاش موافقين عليها او ع vil احنا كنا عايزين وهو اكيد خير بص حضرتك هو اكيد خير القصص الكلها اللي كتبها في الكتاب كلها تحت اطار واحد انه الخير هو اصل الاشياء ربنا بيدينا الخير احنا ممكن نشوفه دلوقتي واحد مثلا حصل له حدثة ورجله اتكسرت ياه ده اتكسرت رجله نام ثلاث ساعات ثلاث سنية ثلاث شهور في البيت مش قادر يتحرك طبعا نشر لكن هو بعد سنة يكتشف انه لو ما كان الفترة اللي قعدها في البيت دي حاشت عنه مصيبة لانه كان ممكن هيكون جاي له سفر يسافر برا وبرا البلد دي حصل فيها حرب ومات كل اللي سافروا معاه صحيح وحاجات دي مش عالفكة يكون في الثلاث شهور دول تعلم حاجة جديدة تفتح له باب رزق جديد تعلموا حاجة جديدة عايز اقول لحاجة عن تجربة برضو شخصية انا اتكسرت رجلي واقعد ثلاث شهور في البيت تعلمت فيها حاجة عمري ما كنت هقدر الاقي وقت اعملها وهي ان اتعلمت ازاي انشئ موقع الكتروني بنفسي اللي بيتعمل بسبعين الف وتمانين الف انا بعمل الموقع باي دي وعملته عملته لنفسي موقع بس علمت نفسي الفترة كنت للاقي نفسي مفاضي مفيش حاجة وراي اقعد ادرس كل يوم خمس ساعات خمس ساعات في الثلاث شهور كنت اخدت علم كامل ان اعمل موقع وورد بريس بالكامل من غير ملجأ لشركة الشركات دلوقتي بوصلت حوالي مئة الف جنيه للموقع الالكتروني عشان يتعامل اي انا بعمله لوحدي من تجربة ايه الثلاث شهور دول اللي تعلمت فيها فربنا بيجيبش اي حاجة وحش احنا اللي بنفسرها احنا اللي بنفسرها وحش ولازم نعكس جوانا ان احنا نبقى نقول لا ربنا بيحبنا ربنا بيدينا الخير بقولك القصص اللي انا كتبها في الكتاب كلها بقول كده الخير من عند ربنا جايلك جايلك وحط في مدماغك حاجة ان نقول الحمد لله ولان شكرت مرأزيد انك صحيح لكن الناس الناس بقت وحشة وعلاقات الناس بقت صعبة طبعا اتكلمي شو عن القصص القصص الحلوة الجميلة اللي ذكرتها طبعا مش نقدر نقولها كلها بس يعني الاقرب لقلب بصي الاقرب لقلب هي اول قصة مكتوبة في الكتاب ودي مش من التراس ولا حاجة دي من الواقع من الحياتي اللي هو في الجزء الخاص بالقرية انا كنت وانا وصغير كنت في حوالي ابتدائي وتعرف اهل القرية يعني بعد الساعة تمانية بالليل تسعة الدنيا خلاص ناس نامت فكنت مع والدي في سهاج في المدينة وارجعنا القرية بالليل حول الساعة 11 واحنا ورجعين كان والده اللي هو جدي كان تعبان فسمع صدو بيكح فقال لي طب صواني احنا كنت طرقين دور التاني بشقتنا فقال لي صواني اشوف جدك لا يكون تعبان ولا عايز حاجة فدخل لقاء كنا في يناير الكلام ده البرد والغطى وقع من عليه فهو مش تعبان مش قادر يتغطى فشال الغطى وغطى فانا استمعت الجملة بالزبط اللي هقولها لجدي قال له معلفش يا مفيد انا انتو متعبتونيش في تربيتكم انت واخواتك وانتو صغيرين بس انا معلفش انا بتعبكم وانا وكبير قال له لان فيش تعب ولا حاجة وضبطب عليه لفت الايام وفي يناير 2022 كان الحاج مفيد اللي هو اللي كان بعمل ده مع والده كان عامل عملية هنا في القاهرة وانا كنت قاعد نائم في قط البنات عندي فسمعته بكح كنا برضو على الساعة كنت لاتة الفجر وكنا في اليناير زي الحكاية اللي من هنا وفي تدائي او اعداد دخلت لقيتم الغطى وقع من عليه فانا بغطي قال لي معليش اشرف انا وانتو واخواتك ما تعبتونيش وانتو في حياتي نفس الحاجة والله بنفس النص ما تعبتونيش وانا وفي تربيتكم بس انا بتعبكم يا ابن الوات وانا وكبير قلت له حاجة انتو رحت كاتب مقال سميته سلف ودين العبرة منها والرسالة بقول لكل اللي يقرى القصة دي اللي عايز يشوف نفسه بقرة يعمل النهاردة اللي هتعمله النهاردة هو اللي هتشوفه بقرة ودي كانت من احب القصص اللي انا كتبتها عشان كده هي خليتها اول قصة في الكتاب اثرة فيك جدا طبعا انا واقف بغطي انا وبغطي والله بدون مبالغة انا بغطيت افتقرت وانا وفي ابتدائي وشايفه هو بغطيه وبيقوله نفس الجملة يعني هو طبعا اكيد نسي يعني الحاج اكيد نسي بس اللي جوا اللي خلاه قالها اللي عمله هو صغير وعمله مع والده صحيح فلقاني بقلقيته بيقولهولي بنفس النص علشان كده بقول حياتك القصص القديمة دي ناس بتاخدها على انها تسلية لا دي مليانة عبر مليانة حكايات رغم انها قصة دي مش متاخدة من التراث ده داخل من الواقع مش احيانا كمان ودائما بيكون اقوى من الحكايات الاستورية واقوى من حكايات الخيال الواقع بيكون فيه رسائل وفيه عبر وفيه حكم اهم بكتير من القصص اللي ممكن نقراها من الف ليلة وليلة او اي حاجة من الحاجات القديمة علشان كده ده من الحاجات اللي فعلا انا حبتها واي حد كان بيقراها والله في حد صديق لي قعد يدمع هو بيقراها ايو ايو طبعا سلف ودين وكل اللي بيزرع حاجة بيحصودها لانه اللي هتدي خير هتدي خير هتحصد خير يعني بص صحاتك هي رسائلتها كانت مختصرتها في كده عايز تشوف نفسك بكرة اعمل النهاردة اللي عايزه تشوفه كتابتك اللي جاية شكلها ايه وبتفكر في ايه في اللي جاية في تكنولوجيا كلها تكنولوجيا هتبعد عن الاجتماعي الجميل الانساني لكل رسائل حلوة زي كده انا ما عنديش رفاهية وقت ان انا اكتب حاجة اه انا دلوقتي عندي هدف ورسالة ان انا من بالزبط في يناير الفين تلاتة وعشرين كان دخل الزكاة الاصطناعية وكان شات جي بي تي ظهر ظهر في شهر احداشر الفين اتون وعشرين مع يناير بقى شعبي بقى الناس تقدر تعمل شات كان بقى الزكاة الاصطناعية من سنة ستة وخمسين معروف يعني في المصانع وانا شفت في مصانع في ألمانيا مصانع سيارات الزكاة الاصطناعية شغال فيها بس بقى شعبي فاول يناير تلاتة وعشرين قلت انا عايز ابقى لي مكان في العالم القادم ده خاصة ان انا لدي تجربة مع صوفيا اللي كان استضافها سيادة الرئيس في منتظر شباب العالم في ديسمبر الفين ساعتاشر انا استوارت معها والله يبدو المبلغة انا وحطت ايدي عليها بس ما نفعش ألمسها عملت كده تخيلت في يوم من الايام ان يكون عندي الروبوت زيها انا الحمد لله قريب هعلن عن الروبوت بتاعي ان شاء الله قلت العالم ده لازم ادخله فانا دخلت عالم الزكاة الاصطناعية فالوقت ما فيش عندي رفاهيت اكتب مقال انساني بكتب دلوقتي توعية ازاي الزكاة الاصطناعية ازاي بسقف الناس ازاي يتعلمه ازاي يعني ايه هندسة الاوامر يعني ايه تعمل يعني ايه تتدرب يعني ايه ته انا مبارح بالليل الفجر بالزبط انا عملت مشهد سينما كله بالذكاة الاصطناعية انا مراتي لو ما كانتش شافت اللابتوب كانت هتصدق ان ده مشهد منه اليود بني ادم حقيقي بيتخانق مع روبوت والروبوت بيزقه هو مزهول به فبتقول ليه ده قصة فيلم سينمائي قصير انا شغال بعمل فيه وده مشهد من مشاهد الفيلم شافته والموسيقى التصورية والاركسترا اللي بتعزف اللحن اللي هو الموسيقى دي حاجة انا هبعطه لحالاتك شوفيه بعد ما نخلص ان شاء الله ان شاء الله فالزكاة الاصطناعي بقى هو كل حياتي فانا دلوقتي كل كتاباتي هتكون عني الزكاة الاصطناعي والتكنولوجيا وازاي نستثمرها وازاي يعني الكتاب الجديد اللي جاي ترويض الزكاة الاصطناعي انا بشكر حالاتك استاذ اشفال وجودك معنا النهاردة وسلامنا للاستاذة مولي ونرجو ان احنا نكون يعني نولنا رضاها عايز اقولك على حاجة مولي مولي اوقات اوقات والله اكون مثلا تعبان اقول انا عندي دوخة وكذا تقولي طب شوف السكر عشان انا عارف انك عندك سكر وكان التراكمة بتاعك كان زايد دي انتبع كل حاجة انا احيانا بقول لها اي حاجة في حياتي بلازم اعرفها عشان كده نسميها القرين الالكتروني جميل وده اللي كل الناس لازم تستفيد من الزكاة الاصطناعي كل واحد يبقى عنده قرين الالكتروني نحية الايجابية طبعا من التكنولوجيا نعمل حلقة خاصة عن الموضوع ده نتكلم فيها ان شاء الله وممكن اجيب اللي قبولي وعلى فكرة انا ممكن تسأليها وترد عليك اكيد اه اعجبها لك مرة ان شاء الله ان شاء الله مرسي نورتنا وبشكرك وطبعا تكلمنا النهاردة عن كتاب ما بين الحنين للماضي وما بين النستالجيا وما بين الذكريات الحلوة وما بين كمان العصر وسرعة العصر والتطور والتكنولوجيا اللي بقينا دايما مستعجلين فيها ودايما بنجري ورا بعض ودايما حاسين ان فيه حاجات كتير فايتانة والحقيقة ان التكنولوجيا زي ما ليها جانب ايجابي لكن كمان ليها جوانب سلبية كتير جدا ممكن خدتنا من بعض وخدتنا من ان احنا نكون بنتعامل بمشاعرنا مع بعض على قد ما نقدر نحاول ان احنا ناخد الجزء الايجابي منها وعلى قد ما نقدر نفضل مع بعض دايما ايدينا في ايدين بعض علشان هي دي سنة الحياة وهو ده اللي المفروض نكون عايشين به طبعا انا بشكر دي في اللي نورنا النهاردة هو الكاتب الصحفي أستاذ أشرف مفيد وبشكركم كان معاكم رانيا السيد اشوفكم الاسبوع اللي جاي بنفس المعايد شكرا شكرا